اشتركوا في القناة وهدف سياق السياسة المنتهجة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وخطة عمل الحكومة الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل لضمان الامن الغذائي مؤكداً أن الهدف الذي يسبو إليه القطاع هو مضاعفة الإنتاج الوطني السمكي إلى 200 ألف طن باعتبار أن الإنتاج الحالي يقدر ب120 ألف طن وفي السياق ذاته رد المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات على أسئلة الصحفيين والتي انصبت في مجمالها حول قطاع الصيد البحري ونشاط تربية المائيات Спасибо за هذه weigh-ürنا. سببات أولتك. للتحديث عن القطاع الصعلوم الأخذ يحدث عنه حول قطاع الصعب للتحديث عن الأقطاع. للتحديث عن القطاع الصعب للتحديث عن القطاع الصعب اللتحة المناسبة في ورد الأجمية والمتباق الأبحية لذلك كان هناك فهو تم عمله مستخدم في المعاني من الوقت المفترضية التي تقوم فيها في نهاية النهاية حيث أن المناسبة الأمان من خلال التحقيقية على هذا الشيخ لكي نعيد أن نكون الطعام تمستحق سماع البيئيس ونحن بحضرها أيضًا عمله التقيقية لكي تشجرى الأمان من الخلال المفترض على وجد الأمان زيادة على ذلك قدم السيد حموش طه تفاصيل عن اللقاء المزمع عقده بالجزائر حول الاقتصاد الأزرق بمشاركة أكثر من مئتي خبير من دول مجموعة 5 زائد 5 والذي يعتبر فرصة لتوسيع مجالات التعاون وخلق مشاريع استثمارية لغرب الالجرية المساعدة لإنساطية من الدول مياه الأنضاء من دول مياه مungen بالكتمع وغرب الالجرية المعيدة لتفاصيل عن القبيل المزمع العام وبالجرية المنزمين وزيادة حلدي الالجرية تحمل لتعاون مجموعة الأزرق قال لي أتجاه أحضر رابطان الأمع العالمي من جدولة التعاون بمجموعة 100 المعاركة والحرقاء والمجرار الدولي فعلينا من جديد من الدول الأنضاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر